السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بتسمع امنية الشامي وده برنامج محب الله ورسوله مكملين مع بعض السيرة النبوية الشريفة وعرفنا كيف بدأت غزوة حنين ونزول اول فرقة لودي حنين بقيادة خالد بن الوليد وكانوا من بني سليمة وبنزول اول فرقة اخذت الضربة الكبرى من هوازئنا وتفاجأوا بهجوم الكماء يمينا ويسارا حولوا الرجوع لكن النزول كان من مكان مرتفع وجاء الرجوع اثناء نزول الفرقة التانية فقال من شهد الموقف فركب القوم بعضهم على بعض وعمت الفوضى وبدأت ضرب بخالد بن الوليد رضي الله عنه وتمزك جسد خالد بن الوليد رضي الله عنه وسقط وبدأ القتل في المسلمين باقي الجيش اللي جاي لا يرى الوادي وما يحدث فيه فمكمل يريد ينزل ارض المعركة فوضى شديدة جدا بدأ اللي داخل يحاول الرجوع مرة اخرى الكل يحاول الهرب الكل بدأ يفر هنا امر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من جيش هوازن عشرين الف مقاتل والمسلمين على هذه الفوضى فبدأ الفرار في جيش المسلمين وبدأوا يذهبون في كل مكان ما توقف بعضهم الا في مكة خلاص هروب فر الجميع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ في المسلمين وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده والصحابة اللي ثبتوا كل واحد وحده عشرين الف هجمين عليهم وهم على هذه الفوضى والناس تفر النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ فيهم إلي عباد الله إلي عباد الله وبدأ الالتحام العظيم بين المسلمين والكفار في هذا الموقف استغلوا واحد من الكفار اللي أظهر الإسلام اسمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة عثمان ابن أبي طلحة من حملت راية الكفار يوم أحد قتل يوم أحد هذا ابنه فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم هذه نيته عشان يصر لأبيه ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده لا أحد معه ويصرخ في الناس إلي عباد الله إلي عباد الله فجاءه شيبة ومعه خنجر فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما وراءك يا شيبة قال ما ورائي إلا الخير يا رسول الله أدافع عنك يا رسول الله فقال له تعال فوضع يده على صدره قال استغفر الله يا شيبة فقال شيبة استغفر الله يقول فرفع يده فإذا هو أحب الناس إليه فوقف شيبة يحرص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء يختاله هو الذي يحرصه الآن فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فسمعه عدد قليل من الصحابة أبو بكر وعثمان كان واحد من الصحابة وبدأوا يلتفوا حوله ولكن عدد قليل جدا أمام 20 ألف من الكفار ماذا يفعلون ثم جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لماذا؟ لأن العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله يصفونه في أيام الجهلية كان عنده رعاه يرعون له الإبل والشياه فكانوا يخرجون خارج مكة يرعون مسافات شاسعة خارج مكة فكان إذا أراد أن يستدعيهم كان الناس إذا أرادوا أن يستدعون رعاتهم فكانوا يرسلون واحد إليهم يناديهم هو لم يكن يفعل ذلك هو كان يصعد على الجبل وينادي صوته عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس يقول صوت العباس في المعركة بألف رجل هذا كوة صوته فقال يا عباس نادي أصحابي فبدأ العباس ينادي يا مسلمون هذا رسول الله يا مسلمون هذا رسول الله ملتفت إليه أحد فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نادي أصحاب السمرة السمرة الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية فبدأ ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة أين بيعتكم أين بيعتكم بعض أصحاب الشجرة سمعوا الصوت فبدأوا يرجعون وفاء للبيعة بدأوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفون وإن أحدهم كان منهزم فار فمن شدة فراره مش قادر يوقف البعير اللي كان رجبه لما سمع الصرخة البعير هارب من الظعر والفزع يحاول يوقفه مش قادر فنزل عنه وطرق بعيره ورجع يقاتل الماشياء فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم مئة مقاتل فقط الآن هؤلاء مئة الذين تجمعوا بدأوا يقاتلون عشرين ألف شيء فوق الخيال وبدأ القتال فوق أي تخيل وأي تصور أي إنسان يصف من شهد الموقف يقول والله لأنهم كالإعصار لا يقف أمامهم شيء وبدأ التقتيل في هوازن المئة يقاتلون العشرين ألف ولا أحد يقف أمامهم في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المعرقة هو الذي يقود هؤلاء المئة وكان يقاتل بنفسه من يصبر مثل هذا الصبر من يقف أمام عشرين ألف ليس معه إلا مئة مقاتل فقط فهذا يدلك على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنا إذا حمل وطيس واشتد القتال التجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف إنه هو صاحب الشجاعة لا يفر ولا يخاف فهؤلاء المئة كانوا هما الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المئة امرأتين هما أم عمارة وأم حكي ما كانت تقاتلان لكن كانت سابتتان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأم حكيم كان معها خنجر فسألوها ماذا تفعلين به يا أم حكيم قالت إن جاءني أحد من المشركين شققت بطنة الناس فرين وهذه امرأة سابتة هكذا لا تريد أن تفر أم عمارة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أقتل الفرين من أصحابك هؤلاء الذين فروا وتركوك في هذا الموطن فقال لا اتركيهم فهذا ما كانت المرأة المسلمة وهذا سابتهن في هذه المعركة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه بمئة رجل على هوازن يقتلون فيهم وهم غير مصدقين مئة شخص يفعلون بهم هذه الأفعيل في هذه الفترة نزلت المعجزة نزول الملائكة من السماء هذه المعركة الثانية والوحيدة بعد بدر التي نزل فيها الملائكة أما المسلمين فرأوا الملائكة هكذا في الحديث رأوا الملائكة سواد في السماء يقولون رأينا سواد في السماء نزل إلى الأرض نزل من السماء سواد إلى الأرض ثم انتشر في وادي حنين ثم اقترب هذا السواد منه فرأيناه فإذا هو نمل أسود كبير يقول حتى إن أحدنا لا ينفض ثوبه من كسرة النمل إلا عليه هذا ما رأاه المؤمنون أما الكفار فرأوا أعداد هائلة من الرجال على الخيول يلبسون السياب الأبيض قادمين مئة غير قدرين عليهم الآن رأوا هذه الأعداد الضخمة تقبل ففرت هوازن بدأوا يفرون لما رأوا الملائكة نزلت الرعب دب في قلوبهم رأوهم على شكل بشر لكن أعداد كبيرة جدا من البشر ما قاتلت الملائكة فقط نزلها خوف هوازن ما قاتلت الملائكة إلا في بدر فلما نزلت الملائكة دب الرعب في هوازن وبدأت هوازن تفر من أرض المعرقة الآن هوازن كانت قادمة من الشمال الشرك المسلمين قادمين من الجنوب الغربي بدأ رجوع هوازن من جهتين رجعوا من نفس الطريق الذين جاءوا منه الشمال الغربي ولجأوا أيضا إلى الجنوب الغربي لأن الجنوب الغربي طريق أكثر إلى الطائف بعضهم فر أمام المسلمين وبعضهم فر في اتجاه الجنوب الشرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الهزيمة تدب الآن مئة شخص غلبوا 20 ألف مقاتل البقيين لم يرجعوا باقي الجيش الـ 12 ألف المسلمين لم يرجعوا جاءوا فقط لما رأوا المسلمين يجمعون الغنائم شافوا المئة يجمعون الغنائم فرجعوا فالذين هزموا لـ 20 ألف هم المئة فقط فهذا من قدرة الله عز وجل الذي تبدت في يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر المئة شخص بمطاردة الكفار خلوا الغنائم وطاردوا الكفار بدأ الخبر يصل إلى الناس إن الكفار انهزموا فبدأوا يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يسأل أين خالد بن الوليد؟ أين خالد بن الوليد؟ ابحثوا لي عن خالد فبدأ البحث عن خالد رضي الله عنه مالك بن عوف قائد جيش الكفار كان أيضا قد فر وبدأ يجمع قواته التي قد فرت والمسلمين كانوا يطاردون هذه الفلول فمن بين هذه الفلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف أول من وصل إلى مالك بن عوف وصل إليه بني سليم كان مالك بن عوف جمع قوات في منطقة قريبة من حنين فوصلت له قوات بني سليم وقفت أمامه الآن مالك بن عوف نجح أنه يجمع جيش كبير وهما ما زال عدد قليل اللي تجمع منهم فقال مالك بن عوف من هؤلاء؟ فكانوا يعرفون الناس من كيفية وضع الرمح فكانت بن سليم تضع الرمح على رأس الخيل وهم يتحركوا فقالوا هؤلاء بن سليم قال لتخافوهم وبدأ يجمع لهم المزيب من القوات والمسلمين أيضا يجمعون له المزيب من القوات فجاء الأنصار وكانوا يضعون الرماح على مؤخرة الخيل يضعونها خلفهم أثناء حركته قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل يسرب قال لتخافوهم وظل يجمع قواته وفي هذه الفترة وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وكانوا يضعون الرماح على آزان الخيول فقال من هؤلاء؟ شاف الآن قوات ليست طبيعية قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل مكة قال ومن ذاك الرجل صاحب العمام الصفراء فيهم؟ قالوا هذا الزبير بن العوام فقال الآن فروا الآن فروا إذا جاء الزبير فر الناس ففر مالك بن عوف وقواته لم يصمدوا خافوا فقط من مجيء الزبير بن العوام رضي الله عنه وهربوا إلى الطائف مالك بن عوف لجأ إلى منطقة اسمها لي وكان له حصن هناك فلجأ إليه ليتحصن ويحتمي به وبكده تكون خلصت حلقتنا وهنعرف إن شاء الله الحلقة اللي جاية أين وجدوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وماذا حدث له وماذا حدث لدريد بن السمة هذا الكافر المقاتل العجوز وأغرب قصة قتل عرفتها المعارك وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته